السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة دي ام كويزين اليوم جدتكم بصفة جديدة كما دائما عوذناكم وهي لحم عجين خاصة للمبتدئات يعني لو كنت تشوفوا طريقة تحاجد مبسطة نبدأ على بركة الله بسم الله اول حاجة نقومو فيها انو نحضروا العجينة احنا في وعاء درت ربع عبار تفارينة يعني ديروا العبار الليتو ما تبغوه مثلا تبغو كمية صغيرة ديروا عبار صغير انا هنا مثلا درت كمية كبيرة يعني درت كاس كبير نضيفو عليها ملعقة كبيرة سكر وزوج ملاعة كبيرة زيت بالنسبة للخاميره انا استعملت الخاميره التازجه نحتاج 25 غرام بالنسبة لي ما عندنوش هاد الخاميره تعاوضوها بملعقة كبيرة تاع خاميره الخبز عادي يعني نفس الشي كمية علماء نحتاجو زوج عبار يعني نفس العبار اللي تعبرو به الفارينة تستعمله في الماء نحتاجو زوج عبار انا هنا حلت فيها الخاميره كما راكم تشوفو لكن اذا استعملتو الخاميره الاخرى ديروها مباشرة مع الفارينة وضيفو عليها الماء يعني مش شرط انكم تحلو انا هنا تكون اندرت الخاميره الطازجه حليتها اولا في الماء ودروري انو الماء تحكم يكون دافي وهنا تبقى تجمع العجينة تحكم و ايضا كين ملاحظة نعمل كل فارينة و كيف هاش دائرة كين تشرب و كين ما تشربش هنو نضيف ملعقة كبيرة تاع الملح و نعود و نبقى و نجمعو فيها هنو ندلكوها قليل نبقى و نجمعو فيها و ندلكو فيها حتى لمدة هكذا خمس دقائق حتى ترجعنا العجينة و رطبة نوعا ما socks انو بعدنا كملت العجينة تاعي و نغطوها و نركوها 30 دقيقة حتى ينبقى على الحجم تاعه ثاني حاجة نقوم بتحضيري هالحشوه هنا في اشواغ انا عندي هاد الاشواغ درت تلت فصوص تعال التوم ونزيدو لها زوج حبات بصل بعد ما طحنتهم مضيف عليهم زوج حبات دماغن وتقوموا بنفس العملية وتبقى وتميكسوا فيها حتى تتخلط جيدا مع بعضها البعض وتخلوها جانبا ثاني حاجة هنا في الامام عشواغ درت الماعد نوس اضفت عليه فلفل احمر وضفت عليه هاداك الفلفل الحار اذا ما تبغوش الحار تقدروا تستغنوا عليها وتميكسيهم هنا بعد ما ميكسيتهم خلطهم على الخلطة الاولى تاع الطماطم والبصل نضيروهم في ويعاء ونضيفو عليهم 300 غرام من اللحم المفروم والتوابل نحتاج هادا الشي اللي هو الفلفل الحار اذا ما تبغوش الحار تستغنوا عليه نضيفو عليها ملعقة كبيرة من الكنسنترين تاع الفلفل العكري نضيفو عليها ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة نضيفو عليها ملعقة صغيرة تاع الكمون نضيفو عليها القليل من الفلفل الاسود نزيدو الفلفل احمر قيس ملعقة صغيرة ونزيدو عليها الملح هنا تبقى تخلطوا جميع هذه المكونات حتى تتجانس جيدا مع بعضها البعض وأنا هنا بعد ما خلطتها جيدا يتم كتابة ملعقة دفتلها لطلت ملعقة كبيرة نغطيها ونخليها جانبا بعد العجنة خمرت دائما نروحك بالفارينة دائما نروحك بالفارينة وضع العجنة تشكل فيها كوائرات وزن كل كرة 100 غرام تغطيها وترتاح 10 دقائق بعد عشر دقائق و بعد عجينة ارتاحت لي جيدا اضعها في سطح العمل ورشو شوية فارينة فوقها وبسطوها بيديكم قبل ما تستعملوا الحلال وضرور انكم اضعوا الفارينة كي لا تلسق لكم وتبقى وتحلوا فيها على شكل دائرة بواسطة الحلال نصيحة للمبتدئات انكم اول حاجة تقوموا بها كتبقى وتطيبوها ديروها فوق ورقة الطاي وديروا الفارينة فوق ورقة الطاي هكا تجيكم سهلا كي ترفضوا العجينة قبل ما تصعبوها على رواحكم وتعودوا تفتحوها فوق ورقة الطاي هنا كي ما راكم تشوفوا اضعوا الحشوة فوقها وتحطوها مباشرة فوق المقلات اللي كنت سخنتها مقبل وديروا الحشوة فوقها يعني انها تشوفوا تشوفوا انها طابت لكم من تحتها ترفضوها وديروها في الفرن مسخن مسبقا على 250 درجة تكمل طيابها كي ما انكم تقدروا ما تستعملوش ورقة طاي انكم تفتحوا العجينة تحتكم مدورة على الشكل دائرة وتحطوها مباشرة فوق المقلات مسخنة مسبقا وتديروا الحشوة فوقها اضعوا الحشوة اضعوا الطريقة لتساعدكم تغطوها وتخلوها طيب يعني كنت تشوفوا الجوانب وتشوفوا انهم تحتها طابت نديروها في الفرن وتكمل طيابها وهذه الوصفة التهنت عنها اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم انا في الواسط درت لها القليل من الصلطة ودرت لها صلصة التاسيكي لي كنت وجدتها معكم مقبل رح نحط لكم الرابط التحى اسفل الفيديو صراحة جاتبنينا بزاف تستحق التجربة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة